في هذا الفيديو سوف أريد كيف تحدد إطار الوجه الدائري وصفاته في علم الفراسة وهو علم تحليل الشخصيات عن طريق ملامح الوجه شكل الجسم الطول وكل ذلك أول شيء سأريد كيف تحدد إطار الوجه بعد ذلك ندخل في صفات الوجه الدائري فاركز معي الوجه الدائري هو من الوجه العريضة يعني عرض الجبهة لديه أطول من طول وجه أو مساوي لطول الوجه كما ترون عرض الجبهة نأخذ خط من السالف إلى السالف يقطع منتصف الحواجب يعني بصفة عامة إطارات الوجه مقسمة إلى قسمين وجه طويلة وجه قصيرة وهناك بعض الإطارات فيها قصير وفيها طويل فتختلف الشخصية من الوجه الطويل في نفس الشخصية إلى الوجه القصير أو الوجه العريض لنقول بالنسبة نقيس طول الوجه فمعنى هنا وجه عريض أو عرض الجبهة أطول من طول وجه أو مساوي أو أعرض فهذه أول سماء لتحديد إطار الوجه التائري بعد ذلك شكل الوجه هنا يكون فيه دوران ويوجد امتلاء في الوجه كذلك الفك يوجد فيه دوران وكذلك هنا الدقن يوجد فيه دوران يعني شخص يتقبل كل آراء الوجه الدائري كذلك هنا فك يوجد فيه دوران لشخصية مرنة والجزء الجانبي للوجنات أن يكون فيه دائري أو يوجد فيه دوران وكذلك هنا الخدود تكون ممتلئة إلى حد ما ليست لدرجة المخروطة لكن ليست مفرغة أو ليست مطبقة بالنسبة لشكل الجبه لدى الوجه الدائري يعني تكون بهذا الشكل دائري وفي نفس الوقت الجبه ليست بالعالي يعني تكون إلى حد ما قصير فهذا هو إطار الوجه الدائري طبعا هذا الوجه دائري صريح بالنسبة للعادة والتقاليد لدى الوجه الدائري حدث فيها لغة كبيرة فالوجه الدائري بكل بساطة هو من الشخصيات التي تتبع عادات وتقاليد المجتمع أو الأب والأم يعني هو على دين أبي وأمي فهذا هو الموضوع بكل بساطة فهو يلتزم بالعادات والتقاليد لكن يختلفون الوضع يعني كما وجد مثلا الأب لديه أو أبوها مثلا يصلي أمها تصلي فهي سوف تصلي فهذا هو الوجه الدائري فسوف تجد لديه انتفاق في منطقة العادات والتقاليد فهو ممكن أن نقول حالة خاصة لكن يأخذ بعض الصفات على العموم لكن بصفة عامة الوجه الدائري ومن الشخصيات الجيدة أو لنقول الشخصيات العاطفية فنحن بصفة عامة نحب الشخصيات العاطفية لأنها تراعي مشاعرنا أو مشاعر الأخرين بصفة عامة معكس مثلا الدلو المقلوب يعني لا يراعي مشاعر أحد على العموم كما قلنا هنا وجه دائري هذه هي السمات التي ذكرنا على العموم نبدأ في صفات الوجه الدائري أول شيء الوجه الدائري يتقبل كل آراء شخصية تحب الأكل وتحب مشاركة الأكل يعني يحب الوقت الذي يأكل فيه يشارك أشخاص مثلا وكذلك في العمل يحب العمل وبصفة عامة يحب مشاركة الناس فهذا هو الوجه الدائري هو من الشخصيات العاطفية والجماعي جدا بسبب جبع العريضة اجتماعي ويهتم بالعلاقات ويهتم كذلك بالأشخاص على حساب الأشياء هناك بعض الشخصيات التي تهتم بالأشخاص بالأشياء على حساب الأشخاص وهناك العكس لا هو يهتم أو الوجه الدائري يهتم بالأشخاص بدلا أو على الأشياء فهذا هو الوجه الدائري كذلك لديه القدر على أن يتكيف تحت أي ظرف هذا بسبب المرونة العالية لديه يحب تعبير عن مشاعر فهو يعني تكون لديه مشاعر إلى حد ما جياشا بين قوسين يعني مرهف الحس أو مشاعر وتتحرك بسهولة كذلك ومن الشخصيات عفوية يعني شخصية عفوية يتقبل كل الناس يتقبل كل آراء ممكن أن نقول عليه في بعض الأحيان متلون أو يعني حتى يستطيع يعني هو المستحيل أن تتعامل مع كل الناس وتتقبل كل الناس وأنت غير متلون غير بين قوسين منافق فهو كذلك بسبب شماعيتي ومرونتي مع الجميع ممكن أن نقول عليه بين قوسين كذلك شخصية منافقة يعني حتى يعني لا يخسر الجميع ربما أنت لديك مشكلة مع الوجه التائري لكن هو يتعامل معك بابتسامات سواء صفراء أو غير صفراء لكن في الأخير هو يتعامل معك وجعل الوضع يستمر رغم أنه يكرهك جدا فالوجه التائري ومن الشخصيات كما قلنا في الأول العاطفية العاطف يحب جدا جدا وكذلك العكس يكره جدا جدا فهذا هو الموضوع لكن بسبب عام الوجه التائري ومن الشخصيات المخلصة وتحديدا عند النساء فهذا هو الموضوع يعني دائما تكون مخلصة لزوجها وكذلك لديها قدرة على أو يعني بين قوسين ليست لديها قدرة على تحمل الصعوبات لكن لديها القدرة على التكيف هناك فرق بين التكيف وتحمل الصعوبات كذلك هو يكون أو الوجه التائري وصاحبة الوجه التائري وصاحب الوجه التائري يكون شخصية كسولة بسبب في الغالب ليس شرط في الغالب تجد لديه جسم ممتلئ سوف تقول لي هاتي وجه دائري طبعا هاتي وجه دائري صريح والوجه والجسم غير ممتلئ كيف؟ هنا توجد حميات كذا ممثل هناك بروتوكولات يمشون عليها فهنا يختلف الوضع لكن هو بصفة عامة يعني لا يهتم طبعا لا أعلم لماذا قلت لا يهتم لكن يعني بدأت تظهر عليه أعراض الزهايمر على العموم الوجه الدائري كذلك لا يهتم لنظافته الشخصية سوف ترجع وتضرب لي المثال بأعتي البنت يا صديقي ركز لا يهتم بنظافته الشخصية لأنه يهتم يعني بروح الإنسان ولا يهتم بمظاهره فهذا هو الموضوع لذلك وفي الغالب بسبب أنه يهتم أو يرى روح الشخص وليس مظهره فهو لا يهتم بمظهره كذلك لأنه معتقد أن جميع الناس منه فأي شخص لديه أي صفات يعتقد أن معظم الناس مثله فهذا هو الموضوع بكل بساطة فأتي صفات الوجه الدائري كذلك من الشخصيات المسيطرة لكن سيطرة الوجه الدائري تختلف الوجه الدائري مسيطر على حبيبه تحديدا يعني على زوجته أو على زوجها فهو يكون مسيطر جدا على حبيبه هذا بسبب عرض الجبع ليس على الناس مع الناس يعني شخص مرن جدا ممكن أن نقول حساس جدا يراعي مشاعر الآخرين يراعي هو مشاعر كل أكل كما قلنا عفوي يحب كما قلنا العمل في جماعات وهو دائما يفكر في اللحظة يعني يعيش اللحظة هنا يوجد أنف قصير ممكن أن نقول تعيش اللحظة لكن هنا شحمة الأذن طويلة فيتهتم بتأمين المستقبل يعني كل وجه سوف تجد فيه يعني إطار وجه طبعا هنا صريح لكن سوف تجد بعض الاختلافات التي تغير بعض الصفات لكن هو كإطار يتأخذ يعني لنقول حتى 85-89% من الشخصية بالنسبة للشحمة الأذن الطويلة فيتهتم يعني تحاول تطوير نفسها تحاول كذا كذا فهو ما جعلها تدخل التمتيل لذلك كل وجه تكون لديه بعض الصفات التي من الممكن يعني أن تجعله يتجاوز عدة سلبيات لديه كذلك ممكن أن نقول على الوجه الدائري متلون يعني بسبب أنه مرين جدا وهو شخصية تجارية من الدرجة الأولى يعني إذا فتح الوجه التائري دكان فهو يكون ناجح جدا يعني أعرف شخصي الشغل في الدكان ناجح جدا ولديها الوجه التائري وأغلب الذين يشغلون في الدكان يعني لسنوات سوف تجدوا لديهم الوجه التائري وسوف تجدوه ناجح جدا في معاملاته أو يعني وجه قريب من الدائري يعني شرط أساسي أن يكون فيه مرونة أما إذا كان جاف فسوف تجده لا يبيع لا يشتري أو يشتغل لديه شخص مرين كذا يبيع لكن هو الشخص الذي يتعامل تحديدا مع الناس ويكون وجهه جاف من المشاعر شخص عملي بحث كذا كذا فهنا قد يكون فاشل إلا بعض الوجوه التي لديها قدرة على النفاق كذلك حتى لو كانت عملية فهنا يختلف الوضع فعني هذه هي شخصية الوجه الدائري بكل بساطة كان هذا فيديو اليوم أراكم في فيديو لاحق طبعا سوف نكمل على باقي إطارات الوجوه التي سوف تحتاجها في تحليل أي شخصية فعني طالبتم مني عدة وجوه فسوف نقوم طبعا حاليا أجائز حتى أكمل كلها حتى يعني ليس كل مرة أرجع وأسأل عن إطار وجه فعني أستطيع أن أرشح هذه الحلقات كان هذا فيديو اليوم يعني قلت معظم الصفات التي سوف تحتاجها في أي إطار وجه نراكم في فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته